مرحباً اليوم سنتابع معكم موضوع هو مهم أيضاً ونصيحة الرابعة وهي أهمية أخذ أدوية الأمراض المزمنة باستمرار ودون توقف فمن المعروف أن هناك أمراض معينة مثل الضغط والكوليسترول والسكري لها أدوية إذا ما أقام الإنسان أو المريض بأخذ هذه الأدوية بأوقاته فإن هذه الأدوية تفيد في علاجها ولكن طبعاً معروف أنه لا يوجد علاج نهاي فالضغط هو ضغط موجود عند الإنسان من مدة اكتشاف الضغط إلى حتى آخر يوم في حياة الإنسان الضغط موجود كذلك السكر والكوليسترول هي أمراض مزمنة لا تفارق الإنسان يعني إذا تم إيقاف الدواء فإن هذه الأمراض ستعود لذلك أنصح أنه عدم إيقاف هذه الأدوية هناك بعض المرضى يظنون أنه إذا أخذ الدواء لفترة قصيرة وتحسن الضغط أو السكر أو الكوليسترول فبإمكانه أنه إيقاف الدواء نلاحظ أنه بعد إيقاف الدواء يعود الضغط للارتفاع يعود السكر للارتفاع والكوليسترول للارتفاع وقد يصبح مثلاً الضغط مقاوماً للأدوية نحتاج إلى أعطاء أكثر من دواء أو إضافة أدوية جديدة عن الدواء القديم لذلك أنصح الناس أنه يعني إذا ما اكتشفت هذه الأمراض المزمنة والتي تحتاج أن يأخذ الإنسان الدواء بشكل يومي ومستمر أنه يستمر على الأدوية وعدم إيقافة إلا بنصيحة الطبيب هناك بعض الحالات التي يمكن فيها إيقاف هذه الأدوية مثلاً عند مرضى السكري إذا تم السيطرة على السكر بشكل كبير وإنقاص الوزن بشكل كبير مع رياضة مستمرة مع حمية قاسية ولاحظ الطبيب أنه بدأ المريض يشعر بهبوط السكر فوق اللازم طبعاً عندها ينصح الطبيب المريض أنه بإيقاف أو تخفيف هذه الأدوية لذلك أنصح الناس عدم إيقاف هذه الأدوية لمنع الأخطلاطات ومنع أن تصبح هذه الأمراض أكثر صعوبة في العلاج إلا بإرشادات الطبيب شكراً للاستماع